عن اشتباكات طرابلس يسأل الناس أين الساسة؟ رأهم البعض بدور الوسطاء بين المتقاتلين ورأهم آخرون عاجزين هذا المنفي يطلب وقف الاشتباك ويمضي للخطوة الشهيرة مجهولة النتائج دوما وهي فتح تحقيق فيما جرى لمحاسبة المسؤولين سيكون ما اتخذه المنفي مقبولا لو رأى الشارع محاسبة لمن تسبب في اشتباكات الزاوية او معارك جنزور بل في القتال بطرابلس المرات الماضية لكن قرار التحقيق لا يبدو انه يغادر الدراج من اتخذه وفق جهاز الردع على وقف القتال من جهته كما يقول الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة لتنتشر قوة قوامها مئات الافراد من لواء الاربعات فضل النزاع بعد تعليمات من القائد الاعلى ورئيس الاركان كانت ساعات عسيرة تلك التي اغلقت فيها الطرقات وسمعت فيها اصوات سلاح المشتبكين في ارجاء العاصمة زاوية الدهماني الفرناج عينزارة التي عاش اهلها ساعات طوالا من القذائف والرصاص العشوائي الذي احاط بهم وكانت الخسائر المادية ايضا ظاهرة صبيحة الاشتباكات اكثر من مائة وعشرين عائلة هم من جرى اجلاؤهم من منطقة مشروع الموز وطريق المشتل فيما اخرون لم يحالفهم الحظ في الاجلاء ومنهم امرأة مع طفليها قضوا الى جانب مدنيين اخرين اصيبوا تقول وزارة الصحة ان عددهم بلغ 52 جريحة فيما وصل عدد القتلى الى 16 قتيلة ليست اشتباكات اليومين الماضيين هي الاولى او الاخيرة فالناس في طرابلس اعتادوا اندلاع القتال المسلح في اي وقت وحين وبالنسبة لهم فان كل قتال ينتهي بعجز الحكومة عن محاسبة الفاعلين لا يعني سوى ضوء اخضر لقتال قادم من جديد هذا اختبار مر بعد اختبارات اخرى والممتحن فيها هي السلطات العليا ممثلة في المجلس الرياسي والحكومة ونجاحهما في هذا الاختبار مقرون بعدم اتباعهما طرق من سبقهما بمحاولة كسب وفاق التشكيلات المسلحة وتجنب عدائها فخلطوا هنا بين القانون ومخالفه